عقد وزير الخارجية سامح شكري مؤتمرا صحفيا مشتركا مع نائب رئيس المفاوضية الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل خلال أعمال الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي ببروكسل شدد شكري على أن هناك اتفاق عمل مع أوروبا لمواجهة الهجرة غير الشرعية نعتقد أن تعميق الحوار في كل القضايا سواء اقتصادية اجتماعية أو سياسية مثل الهجرة والتحديات جماعا ستزيد من تعاوننا في التعامل مع مشاكل مثل بناء القدرات ومحاربة التهجيء الهجرة غير الشرعية أريد أن أعبر عن تقديري لك مباشرة لكل أصدقائك وكل زملائك وكل المساهمين المقدمين في هذا الزخم لحصول على علاقات أكثر تأثيرا وأكثر فعالية هناك الكثير من الأشياء التي علينا أن نستمر العمل عليها ونحن سعداء للمحافظة على هذا المستوى من التفاهم والالتزام والتعامل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر